السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا اذكروا لكم قصة بسرعة هذه القصة وقعت قبل سنوات قديمة واحد شوية وقعت فاشكنت ايمام مسجد كانت تصل بي واحد السيد وتقول السلام عليكم مع فاسي خانيد الله جزك بخير انا رأى كين حدا الدار ديالك رأى بغيت نتلقى معك ضروري ومؤكد انا بغيت نشوفك ضروري ومؤكد المهم هاد السيدة هدا نزلت عندو السلام عليكم وعلكم السلام اشنو المشكل علاش تصلت بيا وشنو المشكل اللي عندك قد قوليا ضروري بغيت نشوفك اشنو المشكل اللي عندك قليا المشكل اللي عندك ان الزوجة ديالي سحرتني قلت لي باش عرصي بي Smith قليا الزوجة ديالي قلليا انا كانت تبلي انا خدام انا خدام بالخدمة ديله جزار قليا انا كنكون في الخدمة وقلت بيها غير هي بيها اسميتها بيها الصورة ديالها بيها وجهها في اللحم في الكليان في قدامي راسي في غير سمية الزوجة ديالي وصورة ديالي فكان قول هاد الشي بزاف هاد الشي بزاف وكل دقيقة أنا كنفكر فيها هي شغلها البال ديالي بأكثر يعني شعاجة كثيرة بزاف قلية قلت مع راسي هاد الزوجة سحرت لي دارت لي السحر باش أنني نبقى نفكر فيها بزاف وأنني كذا وأنني كذا وشك فيها دباوة شك في الزوجة ديالي بأنها سحرت لي المهم أنا قلت لي أنا بغيت شي حاجة شي دالي الآخر شي حاجة خراب لا أنك تفكر في الزوجة بزال قالي يا أشان نقول لك نجيك تصراحة أنا كي جيو عندي قليش يفقها وإلا كتسمع شيواد كي يقول لك الفقها عارفوش كي قصد السحرة ومازال ما بغاش يقول سحرة ولما مش عويذين كي يقولوا الفقها الغالبية ديالي الناس أدو الله يهديهم يسمونوا الفقه وما سحروا مش عويذين كفر باللا قال لي کہ جيو عندي فقها فقها ديما كي يجي عندي وكذا وقل عارفوه ويجي عندي هو اللي قال لي قال لي رأي الزوجة ديالك رأي سحرة لك فاش سحرة لي كيفjours سحرة ليا قال لي سحرت لك في الماء ديالك ماء الرجل هذا الشي فاش سحرة لك هذا الزوجة ديالك فيها فيما che呀 شيش كتفكر فيها دائما قال ليعاود ثاني سولت ثقائي اخر قلت لي ود fijتي هناك الكامل وتقالي ديا ارش ففففLe وهو يقبل ذلك ان يااد الزوجت هاي اللي موتسهر لديد خانها اللي ييلت هي اللي موتسهر لديد قال لي فحش جيل لديد السحر و موتسهري قال لي ود زيت في مائells في ماء الرجل ديالك داكي ش فحش ب myślę ويالث يؤanstي فيني تفكر بها ولين شخابتي بها ولين شخص وكاد قال لي ما عرفتش غادي ندير وكذا وما فهمت والوش غادي ليا الله يجزك بخير لما تتعون معايا وكذا الله يجزك بخير في كنم هاد الشي في كنم كذا هاشا وعاد الموصي بارك حلا قلت لي واشنو درسي انت فاش قالوا لك هاد المصخة لغاديين هاد الشي انا ما كان قولش لي زا ما ما كان عيبهمش لي باش هو يقر لي بزاف يعني لا بغتيش واعدي يخرج لك لا ضرب بزاف ما تطعنش لي فالأفكار دياله ودكش اللي يدير خلي بدات يسرسر فقلت لي قول لي هادوك رفقها اللي يتعاون معاك شنو وكذا وشنو درسي من بعدهم وكذا قال لي يا مشيت سيدي عندها رجعت عند الزوجة وانا نجيها للصراحة قلت لي يا للا انتي يا سحارة وانتي ما مزياناش وانتي ما كتسويش وكتسحر لي ياه وتعديتي عني ياه وكذا وكذا اخلا ماذا اللي هامسكينا وضربها أخلا ماذا اللي هامسكينا وانتعمها بالسحر واسمع كلام السحر قلت لي فاش درسي هادو الخطوة اللي درسي دابا قل لي يا اشنا وردت لفع الدازة الزوجة ديالك قلت لي زوجة ديالو قلت لي مسكينا شوف انا من دابا ازني ديني درنا والله فرقنا بلد نوبو والسلام عليكم على داخل المشاكل يعني انا درت لك الشباش زع ما تحبني وكذا وكذا انا سيدين ما تحبنيش اعطيني اتساع ما تحبني ما نحبك صفتني في حالنا الظرنا ماانا سينين وانا معاكو ولت معاكو لي دات قد قولي ا درتلك ودرتلك وكذا فقعتني يا سيدين ما تحبني ما نحبك اعطيني اتساع صفتني الظرنا والسلام عليكم ووما تحطى عليه يديك المهم الموهم هو فاش قتلي هاد الكلام تصدم يعني تصدم جاتوا غريبة قال مع رسول كيفاش دابا بنتفرق مع ولادي ومتفرق مع مرتي وجا عندي انا قليك باش نفكلي المشكل اش غادي ندير؟ قال يالله رحمك واليزين يالله معي عند الزوجان قلسوا معا انا ضروف هاد الامر هادا قلتلي يالله مشيت انا وياه مشينا عند الزوجة دياله ودخلنا وقلسنا ايوه المرة مسكينه كدخلت عندهم كتبكي الزوجة دياله البكاء وكذا علش؟ كتحس بالظلم كتحس كتشوف الدموع دياله شعلا فيهم العافية السخونية ديال الظلم السخونية ديال الظلم اه نعم ايه ما كان نقولهش حرام ان الدجال والساحر المش عويذ حرام ان انا نقوله اليوم فقه نعم 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 المهم هاد اسميتها السيدة هاد السيدة هادي قلتلي اسيدي سفتني في حال نظرنا المهم دخلت عندها وكتبكي وقلتلي اوه دياله انا مبقيتش بغيتو تامني بانني ساحرة وانا قلتلي ايه كان حضرت الدروس وكان سمعت الدروس وكان صلي سلاطيم قبل سلاطيم قبل داري ما كان خرج مواله وهو عرفني بانني ما كان خرج قبل الدار ومقبل اليه وليدته كي يجي الدار كي يلقى كل شي واجد كل شي نقي كل شي مزيان ما عمالي خرجت ابدا من الدار ثم في الخر لا رأس حرتيني ايه باش انا اني نحبك قلتلي ايه اسيدي ما تحبنيش قلتلي ما تحبني صافي الله عاون السلام عليكم التامتيني في الدين ليس التامتيني في شي حاجة التامتيني في الدين ديالي فالله يعاونك انا قلتلي ايه بلك دبا اجبك الشي اللي درسي للزوجة ديالك انك تتامها بانها ساحرة والله تعالى كي يقول في القرآن الكريم ان بعض الظن اثم اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم والظن فانه اكذب الحديث الظن فلا يجوز ان الانسان يظن يريظن فقط بشي واحد شي حاجة لانه اثم عظيم اياكم تحذير اياكم الظن هذا التحذير فيه تحذير فيه ترهيب كذلك من ان الانسان انه يتجرأ ويقول شي واحد انت ساحر بدون بينا ومعتمدا على سحراء كفراء بالله وهذه السيدة انا كنعرفه هو كيتتعامل معاهم ولذلك قل كتنعرفهم اصحابه يعني تنتعامل معاهم كنسول وهم كيدديروا لي سرسر لي انه كيدديروا لي وكيدتعارف عاهم ومصحابوتي يعطوهم هذا السيدة الذي وقع له هو انه اخطأ في وصفة من الوصفات غلط في وصفة من الوصفات وهو يضطح لي النقشة على الزوجة دياله ولا يفكر فيها ولا بغيها ولا يحلم بها ولا يحلم بها فهي قلت لي اودي السلام عليكم هو مما ديك الساعات بحالة قلت يتندم على الحال وهو ينض بس لها يديها بس لها رأسها وقد قلت لي غالية اعطني الساع وانا خلته يدل قدامها بحالة قلتي تقول لي بحالة قدامها إليس تعلم و هو يسمع للسحرة و يسمع لمشعوذين يتبصت لها في الدين فهي قد قلت لي و يتبكي و هي ديك سميتني ساحرة و غيكولو فيا و البدي لك كبير و يعني حشو ما وانا دي ما في صلاة ودي ما كده وفي الأخرى وليت الساحرة فقال لي اسمحي لي الله عاون قد قل لي اسمح لي كده وهو تبوس لها فرصة و تبوس لها فدية آريد أريد قل لي الدي نموسوف عافك سمحي لي هاشي بنبوس لك يديك نبوس لك رجليك قل قل لي ملك الشي شو دابا كي وليت يا صاحبي تبعت الساحرة حتى تحصيف هاد الشي انا بغيت نقول لكم من هاد الشي كامل الحمد لله رات تجمعوا باقي و تصلحوا كده و تسرت الأمور و عاشوا و عايشين هاد الشي كي ما خليتهم انا هاد الشي تقريبا تستعلي واحد مدة فاش كنت انا امام في مسجد انا اللي بغيت نقول لكم هو ان هاد القضية ديال انك الظلم الزوجة ديالك بانها ساحرة هذا هذا ظلم عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الظلم ظلمات يوم القيامة اياك انت ظلم انسانا خاصة الزوجة ديالك اللي انت عشرتها وشفت فيها الصلاح وشفت فيها الاصلاح وشفت فيها الاخلاق وشفت فيها العفا وشفت فيها امور كثيرة بزاف ثم كتجي الام ديالك اللي هي الام فقط بسبب انها كتحس بان ذيك الزوجة ديالك داتك لها وكتقول مع راسا انا كبرتو اردتو راجل و انا اللي كادا و كادا ولا لبس عليه بسبابي و قرتو و كادا و انا درت لي كادا و الاموال كامل جمعهم بسبابي انا فالاخر تجي واحدة برانية ما تجي نواله و تديه لينا و يقول لي كيصرف عليها و يسكنها في دار كبيرة و يدليها و يدليها فكتحس بلي تغبنات ولا تصيدات ولا فكتحس بليها فكتحس بمعرصة اجي نتهموها بالسحر و نقول له هذه الشيئره ممكن شادي يحباب الطريقة انه يصفر بها و يلبسها و يسكنها و كذا اجي نتهموها بالسحر هذا الشي ممكن ش يكون طبيعي هذا الحب بزاف اجي نتهموها بالسحر فكي يقول له كيتهمو كيتهمو لنا الزوج بان بأتي تهمو الزوجة بانها سحرة الرجلة تقول لي موافاة و الدفنة و الدليل اعطي طالبهم بالدليل كيقلبوه و معلاش دليل اش غادي نديرو اجي نختار عشي السحر احنا برأسنا و نرمي وليه في بيت النعاس و نرمي وليه في الكوزينة و نرمي وليه في الصلاة و نرمي وليه في شي حاجة و نقول لي هاجي نخملو شي نهار اراها خطات جانمية كي يديرها هذه الناس خطات جانمية باش يقولوا لي هاجي تشوف هاوا القناة في الدار هاوا القناة في الدار دي لمرتك هايا فين حطا لك هايا فين ديرا لك و هو عرفها بأنها قوامة صوامة صالحة مصلحة عفيفة هذا شي كامل شافوا فيها و تيقول لي ممكن شاد السيدة دي ما كتقرر القرآن و كتفرج في محاضارات و كذا ثم كتتهموها بالشي هذا والله يلح شو معلكم الزوج اللي كتوصل لها المرحلة دي لأن هذا الرجل ما يخلوش ولدهم يعيش حياتهم زيان مع مرته سيد مرتاح صحيا مرتاح و كالشارب تيتريني كيتحرك كيتطلب ولدته و كيحب ولدته كيحب مرته ما كنتم علاش كتقديوه علاش بغين تفرقو بين الزوج الزوجة والولاد علاش هذا الشي يعني علاش توصلوا مع ولدكم لهذا الشي و أنا كنقول لك لأنه توصلوني بزاف دي للرسائيل و بزاف دي القصص دي للناس كيرسلوا من لي و تيت تصلوا بي و كيسفتوا لي مساجات مكتوبة و مساجات صوتية اتصال صوتي بزاف دي للناس كيسفتوا لي يقول لك و دي أراه ما فهمنا أصعب حاجة هو أن يظلمك أحد الله أن يظلمك أحد أنه يظلمك شي واحد كلام مو مفهوم كلام مو مفهوم لأننا نتكلم بالدارجة ينبغي لكم أن تتعلموا اللغة الدارجة المغربية كما أن المغاربة يفهمون لغة المصريين و يفهمون لغة اليمن و يفهمون و لا الشعب الأخرى الدارجة المغربية فالمهم كنقوله بأنه لا يجوز أن الإنسان يظن بالزوجات يلوسه يظن بالزوجات يلوسه و يسمع كلام مو لأن مو عزيز عليه و ولدته و ولدتني و عزيزة عليه و كل شي و لكن الظلم لا تعطى لمخلوق في معصية الخالق لا يمكن أبدا أننا نسمع كلام الوالدة في شي حاجة ما تبتاش طيب 100% لا أرى سحرة لك أعطني الدليل تمشي تلوحي ليه في شي قنط تمشي تجيب لي شي بضات رسالي أحد الضار نتينية الوالدة أو أختي أو شي عاجة رأي درتك السحر رأي درتك كذا شو ما فهاش هتقوله يوم القيامة قدام الله عز وجل كتقلبوا على السحر تجيبوا و تديروا أو لا أرى سحرة لك هذا الشرع ممزينش هذا الشرع حرام و أي واحد كيدرك كيتو بالله تعالى أي أنصر كيدر و معاكم و معاكم و ما عندكم ش داشي دليل هاتشي كامل ذرتوه باش تفرقوا هادير أفعل الشياطين قال الله تعالى و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجيه رأي الشيطان هو لك يفرق الشيطان هو لك يفرق فما تكونش أنت يا العجوزة و أنت يا أخو الرجل و أنت أخو الرجل و أنتو مع عائلت الرجل ما تكونوش أنتوما شياطين كتفرقوا بحال الشيطان بحال إبليس لأن المهمة الوحيدة اللي كي يأخذ فيها هادك إبليس تاج و تيجي إبليس لكي يأخذ فيها الشيطان التاج كي يجي إبليس باهم يعني سيدهم كي يجي فيلتزموا هو يضموا هو يلبسوا التاج هو فاش كيفرق بين الزوج و الزوجة فهم؟ والله تعالى كي يقول في القرآن الكريم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العدوة والبغضاء يعني بغى الشيطان باش يوقع بينكم العدوة والبغضاء فما تكونوش أنتوما شياطين باش تديروا البغضاء و الشحناء بين الزوج و الزوجة ديالو رجزكم بخير أنا رأى كي يبقوا في هذا النساء والله كي يتصلوا كي بكي ومساكن كي يبكي وكي يقول لكم والله إلا تعرضنا الظلم من قبل عائلة الزوج كيتامونا بأننا نسحرنا لولدهم وإحنا ما عندناش ذاك شي ما كان فهموا في والو فالله يجزك بخير أي راجل كي يسمعني ما تسمعش لعائلتك الليلة كان عندك شي دليل قاطع دليل قاطع أنك أشفت مرتك أو إلا عندك فيديو مشت عند الساحر تبعوها شي وحدين تمشت عند الساحر وجبت ذاك شي عندك شي هاجل عندك شي دليل أما إلا ما عندك والو فأنت تشكوا وتظنوا والظنوا والظنوا إن بعض الظن إثم كما قال رب العالمين إياكم والظن إياكم والظن فإنه أكذا بالحديث فأتركوكم في رعايت الله وحفظيه بالنسبة لصلاة العشاء تختلف من مدينة لمدينة ومن دولة لدولة فاللي عنده صلاة العشاء يمشي صلاة العشاء واللي مجد ما شي صلاة العشاء يعني لا داعي فالله يجزكم بخير ما تشكوش ما تشكوش شي واحد ما تظنوش شي واحد إلا بدليل إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتثبتوا في رواية إلا جاءكم شي واحد بشي نبأ فلا بدأ أنك تتبين باش ما تصيب شي قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إلا غادي تشكت الأسرة ديالك وغادي تندم تقول مع رأسكها واشتيا نشتتها إذن أتركوكم في رعايت الله وحفظيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته